نشرة الأخبار من الميادين السلام عليكم وإلى عنوانها البيت الأبيض يلوح للكونغرس بالفيتو في حال فرض عقوبات جديدة على طهران والمفاوضات النووية تتابع في جناف أوباما يحذر من أن الوضع في جنوب سودان على شفير الهاوية ويرسل جنودا إلى جوبا غدا تمقتل ثلاثة جنود أمميين الاجتماع التحدري الروسي الأمريكي الأممي للمؤتمر الدولي حول سوريا ينطلق اليوم في جناف ووزير الخارجية القطري يرى من الجزائر أن لا حل إلا سياسي لا يوجد غير الحمل السياسي نحن لا غنى لنا عن مصر لا غنى لنا عن السورية لا غنى لنا عن السعودية لا غنى لنا عن تركيا لا غنى لنا عن إيران هني يقول سنحمي مصر بأجسادنا ولا غنى لنا عن سوريا وإيران وقطر والسعودية وكل من يدعم فلسطين ويدعو عباس إلى اجتماع وطني السلام عليكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حقه بالفيتو إذا ما صوت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد طهران هذا ما أعلنه المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي قال إن فرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطل الجهود الدبلوماسية الرامية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي لقد أجرينا محادثات مباشرة مع أعضاء الكونغرس حول الشأن الإيراني وأبلغناهم بصورة واضحة بأننا لا نعتقد أن الوقت مناسب الآن لفرض أي عقوبات جديدة على إيران عبر الكونغرس علينا أن ننتظر ففي حال لم تلتزم إيران بتعهداتها في جنيف على مدى الأشهر الستة المقبلة عندئذ يمكننا فرض عقوبات جديدة عليها لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة الآن من شأنه تصريحات الناطق الرئاسي الأمريكي جاءت فيما تتواصل في جناف اليوم المحادثات بين خبراء من إيران والدول الست حول تطبيق اتفاق جناف النووي بعد أن كانت قد استؤنفت أمس رئيس المنظمة الإيرانية لطاقة ذرية علي أكبر صالح قال إن إيران لن تتخلى عن مفاعل أراك نووي للماء الثقيل وأضاف إن إيران أنتجت ما يكفيها أربع سنوات من الإيرانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة وأشار صالح إلى أن اتفاق جناف لا يسلب إيران أي من حقوقها المنصوص عليها دوليا ومن الشأن الإيراني إلى الشأن الجنوب السوداني المتتالي تطوراته على أكثر من صعيد ما دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التحذير من أن هذا البلد على شفى حرب أهلية فيما قررت إدارته إرسال 45 جنديا إلى جوباء الرئيس الأمريكي دعا إلى وقف أعمال العنف فورا في جنوب السودان والتي رأى أنها تهدف إلى زعزعة حكومة الدولة الفتية وقال إن المعارك الدائرة تهدد وتغرق جنوب السودان مجددا في الأيام الحالكة التي عاشها في الماضي واعتبر أن ما يحصل يهدف إلى تصفية حسابات سياسية التصريحات الأمريكية هذه تأتي في وقت قتل فيه ثلاثة جنود من بعثة الأمم المتحدة في هجوم على قاعدتهم في ولاية جنقل في جنوب السودان الأمم المتحدة أعلنت أنها سترسل طائرة لإجلاء تاقمها من المكان مساعد المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان الحق لأن تقارير تشير إلى مقتل عدد من الطلاب برصاص قوات الأمن في جامعة جوباء الوضع في جنقلي متدهور مجموعة مسلحة هاجمت قاعدة أكوبو حيث يوجد عدد كبير من المدنيين لجأوا إليها طلبا للحماية المعلومات تؤكد حصول مواجهات داخل القاعدة ولهذا نخشى أن يكون قد سقط قتله بعثة جنوب السودان تحاول إخراج المدنيين من القاعدة وتعزيز الحماية حولها دعا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة سماعيل هنية الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماعا للقيادة الوطنية العليا المؤقتة لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني وخلال مؤتمر القدس العلمي السابع أكد هنية ضرورة البحث في برنامج سياسي لملء الفراغ السياسي في الساحة الفلسطينية من أجل القدس ندعو إلى إنهاء الانقسام ومن أجل القدس نريد أن نستعيد الوحدة الوطنية ومن أجل القدس لا بد أن نحقق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومن أجل القدس نحن ندعو الأخ أبو مازن إلى أن يدعو إلى اجتماع وطني لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني في ضوء كل ما اتفقنا عليه في القاهرة والدوح هنية قال إنه لا غنى للفلسطينيين عن سوريا وإيران وقتر والسعودية وكل من يدعم فلسطين لا غنى لنا عن الدول العربية والإسلامية فضلا عن أحرار العالم نحن لا غنى لنا عن مصر لا غنى لنا عن السورية لا غنى لنا عن السعودية لا غنى لنا عن تركيا لا غنى لنا عن إيران لا غنى لنا عن غيبيا لا غنى لنا عن روسيا إذا كان لها موقف مؤيد لا غنى لنا عن أي دولة تقف مع الموقف الفلسطيني والحق الفلسطيني تصريحات هنية تعتبر تحولا نوعيا في خطاب حماس تجاه مصر ومن يحكمها بعض الأخوان كما أن قوله أن لاغن للفلسطينيين عن دول تساعدهم واعتباره سوريا وإيران من هذه الدول يدخل في سياقه تصريحات حمسوية في الآوينة الأخيرة تتضمن لغة إيجابية بعد فتور مع إيران وجفاء وقطيع مع سوريا تقرير محمد محسن قول رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية صراحة أن الفلسطينيين سيحمون أمن مصر بإجسادهم ولغنى لهم عن سوريا وإيران والسعودية وتركيا وقطر وكل من يدعم فلسطين يعتبر التصريح الحمسوية الأوضح تجاه مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي وتجاه سوريا وإيران أيضا موقف ترده مصادر مطلعة داخل الحركة إلى مراجعة داخلية وترفض تصنيفه كتلاوة فعل الندم على مواقف الحركة خلال العامين الأخيرين بالخطأ وعن غير قصد هكذا برر مسؤولنا في حماس رفع رئيس المجلس السياسي للحركة خالد مشعل علم المعارضة السورية مع ما يحمله هذا المشهد من دلالات خصوصا وأنه حصل خلال زيارته إلى غزة مرت أشهر تغير موقف حماس ولو جزئيا دخول إيران وسوريا مجددا في خانة الخطاب الحمسوي الإيجابي بدأ يتعزز بعد سقوط حكم الإخوان في مصر وانكفاء قطر وتركيا ولو جزئيا عن الملف السوري والتقدم النوعي للجيش السوري على الأرض مضافا إلى اتفاق جونيفا النووي قد يكون الكلام الإيجابي تجاه سوريا وإيران الصادر عن مسؤولين في حماس تمهيدا لعودة تحالفات الحركة مع إيران وسوريا إلى سابق عهدها يعزز هذه الفرضية عناصر عدة أولها عدم انقطاع علاقات الحركة مع حزب الله بالرغم من التباين العميق بين الطرفين فيما يخص سوريا وثانيها بحسب مصادر في الحركة رفع منسوب الدعم الإيراني المالي والعسكري بعد انخفاضه خلال الفترة التي تلت خروج قيادات حماس بشكل رسمي من سوريا لكن العودة رسميا إلى محور المقاومة دونها عقبات شاقة أبرزها الموقف السوري الرسمي الذي يعتبر موقف حماس مما جرى مشاركة في التآمر ضد سوريا إضافة إلى اتهام عناصر من الحركة أو مناصرين لها بالتخطيط والقتال ضد الجيش السوري بمعزل عما إذا كان ذلك بقرار قيادي أو من دونه فيما يتعلق بدعوة هانية إلى اجتماع وطني فلسطيني قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عمر الغول في مقابلة مع الميدين إن على حماس أن تعلن التزامها الكامل بالاتفاقات المبرمة مع فتح موقف حركة حماس ما زال هو ذاته يراوح في ذات المكان وحماس رغم دعوة الأخ أبو العبد اليوم في خطابه في المؤتمر القدس عن دعوته لتشكيل حكومي المسألة ليست تشكيل حكومي المسألة في رزم من الالتزامات والاستحقاقات على حركة حماس أن تعلن عن التزامها الكامل بهذه الاتفاقات في المقابل أكد المستشار العالمي لرئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة طاهر النونو في تصريح للميدين أيضا استعداد حماس لتنفيذ الاتفاقات مع فتح فورا أنا أعلن رسميا أننا جاهزون الآن وفورا ودون إبطاء بتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه في القاهرة والدوحة بلا استثناء بما في ذلك موضوع الانتخابات بما في ذلك موضوع تشكيل الحكومة بما في ذلك الإطار القيادي المؤقت في غدون ذلك يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في الاجتماع غير العدي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي يعقد السبت الاجتماع سيبحث المسجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمفاوضات مع إسرائيل عباس يلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عدل منصورة على وقع هذه المواقف والتطورات شيع ألاف الفلسطينيين جثماني الشهدين نافع السعدي من مخيم جينين وصالح يسين من مدينة قلقيليا الشهدان كان قد سقطا أثناء عملية اقتحام واعتقالات نفذتها قوة إسرائيلية خاصة وخلال التشيع طالب الفلسطينيون بوقف المفاوضات والعودة إلى المقاومة وسط مطالبات بالردي ووقف المفاوضات والعودة إلى المقاومة شيعت مدينة جنين وقلقيليا الثين من أبنائهما استشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي صالح يسين من قلقيليا شيع بجنازة عسكرية مهيبة وأطلق الرصاص في الهواء تحية له بعدما اغتالته وحدة تابعة لفرقة المضاليين في جيش الاحتلال ألاف المشيعين نددوا بالاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية وطالبوا بالتدخل الدولي جريمة مركبة بكل ما تعني الكلمة جريمة بحق عملية السلام التي تحدثون عنها جريمة بحق الدول والقوى الدولية التي تنادي بتحقيق عملية السلام الاحتلال بحد ذاته جريمة نافع السعدي وعمره 23 عاما أحد كوادر الجهاد الإسلامي استشد في مخيم جنين بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم في محاولة منها لاعتقال أحد عناصر حركة حماس جارين جار من الحيط على الدرجات زيح بينه لأنه الدم على الدرجة وكانه ملأ الدم الرئاسة الفلسطينية نددت بالجريمة الإسرائيلية وعدتها محاولة لإفشار أي جهود سياسية فيما طالب ممثلون عن حركة الجهاد الإسلامي بوقف نهج المفاوضات خيار فاشل وأثبت على مدار هذه السنوات الماضية أن هذا الخيار ليس بجذية إنما الخيار الوحيد هو مقاومة هذا العدو فقط لا غيره قوات الاحتلال كانت شنت حملة اعتقالة ترافقت مع عمليات الاغتيال طاولت عشرة فلسطينيين صلاح ياسين ونافع السعدي شهيدان آخران من شهداء مرحلة المفاوضات التي تسعى إسرائيل إلى تخريبها وتحميل الفلسطينيين المسئولية من خلال تصعيد اعتداءاتها على الأرض نسر سلمي رامالله الميادين ساعات فقط قبل استنافي أعمال الحوار الوطني في تونس وسط تجاذبات سياسية مخيمة الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري قرر تعليق مشاركتهما فيما اختار شركائهما في جبهة الانقاذ مراقبة مسار اعمال الحوار من الداخل يتزامن هذا مع تأكيد حركة النهضة عدم استقالة حكومة العريض قبل تحقيق تلازم مسارات الحوار مدى تلازم مسارات خارطة الطريق تقدم أعمال المصادقة على الدستور وتأليف هيئة الانتخابات عقبات قد تعترض رئيس الحكومة التونسية المرتقبة مهدي جمعة فحركة النهضة تلمح بعدم استقالة العريض قبل اتمام مسارات خارطة طريق الرباع الثلاثة وشركاؤها في الحكم يدعمون موقفها ينبغي ان نقترب من حيث الاجال الى تحقيق ما رسمت خارطة الطريق للرباع المنظمات الرعية وحتى اذا كان فتنا باسبوع ولا عشر ايام هذا ماهيش مشكلة كبيرة مراجعة التعيينات الحزبية داخل مؤسسات الدولة وحل ما يسمى روابط حماية الثورة مطالب تجمعت حولها مكونات المعارضة رغم تباين مواقفها بشأن المشاركة في اعمال الحوار الوطني من عدمها اعلن تعليقنا المشاركة في الحوار الوطني نظرا لان هناك انحراف حقيقي عن خارط الطريق وعن روح المبادرة التي تفترض الوفاق حول شخصية رئيس الحكومة اذا الجبهة الشعبية اختارت تعليق مشاركتها في الحوار اسوة بالحزب الجمهوري فيما قرر حلفاؤهما في جبهة الانقاذ مراقبة مدى التزام حكومة مهدي جمعة ببنود خارطة الطريق وامام ذلك يرى مراقبون ان صمام امان نجاح الحوار يكمن في مدى تقدم كل مساراته الامر الذي ينظر بعرقيل قد تطل برأسها على جلسات الحوار تلازم المسارات كما اعلن علي العريض يجعل لزاما على كل المنظومة ان تسير بارجل متساوية عقبات كثيرة بانتظار رجل الاقتصاد مهدي جمعة فحل حالة الازمة الاقتصادية ومجابهة الارهاب اول مهام حكومته المرتقبة والتي بحسب المراقبين سترث حتما تاركة ثقيلة في مرحلة من اصعب مراحل تاريخ تونس الحديث تحديات كبرى في انتظار الحوار الوطني فبين التحفظ والالتزام بخارطة الطريق تظل مساحة المناورة قائمة فيما تبقى من مسارات مبادرة الرباع الراعي لهذا الحوار بلا المبروك تونس المياد ينطلق اليوم في جناف لقاء التمهدي الثلاثي الروسي الامريكي مع المبعوث الدولي والعربي المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي قبل الذهاب الى المؤتمر الدولي حول سوريا والذي سيعقد في مدينة مونترو السويسرية في الثاني والعشرين من الشهر المقبل وتضم اللقاءات كلا من الابراهيمي ونائبي وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف وميخائيل بوغدانوف ومساعدة وزير الخارجية الامريكي ويندي تشيرمن والسفير الامريكي لدى سوريا روبرت فورد على ان ينضم اليهم لاحقا بعض الظهر ممثلون عن الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول الجوار السوري كلبنان والاردن والعراق وتركيا في غضون ذلك نفت روسيا ما تناقلته وكالات الانباء عن انتقاد نائب وزير الخارجية الروسي سرغي بوغدانوف لترشح الرئيس بشار الاسد مجددا بيان للسفارة الروسية في دمشق كدان موقف موسكو من مسألة حل الازمة السورية لم يطرأ عليه اي تغيير نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال من جهته انه لا يحق لأحد منع الرئيس السوري بشار الاسد من الترشح للانتخابات الرئاسية من جهته تمنى وزير الخارجية القطري خالد العطية ان تكون نتائج اجتماع جناب اثنين عند تطلعات وتموحات الشعب السوري الوزير القطري اعلن من الجزائر التي يزورها تأييد بلاده الحل السياسي للازمة السورية مشددا على ان ليس هناك حل الا السياسي جميع القرارات التي صدرت من جامعة الدول العربية كانت فيها قطر والجزائر طرف فابدا لا يوجد خلاف الموضوع السوري وطريقة علاج الموضوع السوري وكانت قطر والجزائر دائما في جامعة الدول العربية تدعو الى حل المسألة في البداية بطريقة سلمية ولكن للأسف النظام لم يدع للطريقة السلمية مجال فالآن نصب على دعم المسألة بحل سياسي لا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية ونحن ندعم هذا الحل اما لبنان غير البعيد عن التداعيات السورية امنيا وسياسيا فقد واصل الجيش اللبناني اجراءاته الامنية وقد اوقف سبعة مسلحين حاولوا الدخول من سوريا الى لبنان ومعهم اسلحتهم الفردية وقنابل وفي جنوب البلاد نفذ الجيش اللبناني عملية امنية في صيدة شمالة المناطق المحيطة بالمدينة وتأتي خطوة الجيش هذه بعد ورود معلومات استخبارية عن مخطط لجماعات تكفرية لاستهداف الجيش وقوات الطوارئ في غضون ذلك نقل عن قائد الجيش جون قهواجي قوله امام العسكريين بالامس ان تدابير الاحترازية في صيدة ما هي الا خطوة اولى في سياق يؤدي لحفظ امن الناس وترسيخ الاستقرار قهواجي اكد الجاهزية الدائمة لمواجهة الاخطار المحدقة سواء كان مصدرها العدو الاسرائيلي او المجموعات الارهابية التي تستهدف المؤسسة العسكرية وكل العابثين بامن لبنان وشعبه وفي لبنان ايضا اتهمت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية تابعة لحزب الله اتهمت قوى الرابع عشر من اذار الى الاطعاض مما سمتها التجارب الخائبة والرهانة على التكفريين واشارت الكتلة في بيان تلاها النائب حسن فضل الله الى محاولات تعطيل الحكومة ورفض الحوار والتورط اخيرا في دعم الارهابيين واعتداءاتهم على السفارة الايرانية وغيرها تدعو الكتلة فريق اربع عشر اذار الذي يجهد نفسه من اجل تغيير موازين القوى في لبنان تدعوه للاتعاض من التجارب الخائبة في الرهان على المجموعات التكفرية في سوريا وغيرها وهو رهان ادى الى تدمير سوريا وتعقيد سبل الحل السياسي الضروري فيها كما تدعوهم لمراجعة الحسابات وتغليب اولوية التوافق الوطني على المكابرة والمجازفات الخطيرة والخاطئة اهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها من صحيفة الشرق الاوسط التي جاء فيها قضية ابناء الوزراء التهز حكومة اردوغان حرب تسريبات وستة وزراء طرحوا استقالاتهم وايقالة ثلاثة وثلاثين من قضة الشرطة سعودي لرئاسة القيادة العسكرية الخليجية الموحدة توقعات بتسمية المرشح خلال الفترة المقبلة وايضا في الشرق الاوسط في الشأن المصري امرأة ناقيبة للاطباء المصريين بعد ثمانية وعشرين عاما من سيطرة الاخوان الى صحيفة الوسط البحرينية وجاء فيها اوباما سيستخدم الفيتو ضد عقوبات جديدة على ايران موسكو تصريحات الاسد الانتخابية توتر الوضع وايضا في الوسط العفو الدولية تتهم داعش بالتعذيب والقتل في سجون سرية تبريئة شفيق ونجلي مبارك بقضية ارض الطيارين الى صحيفة الاخبار اللبنانية وعنوانات مرفقة بصورة سيدة فيروز الى التكفيريين الجدد موتوا بغيضكم توتر بين سليمان والمستقبل اسماعيل هنية يغازل محمود عباس معا نحمي المقاومة وجنوب السودان سراع مشار سيلفاكير نحو حرب قبلية الى صحيفة القدس العربي وجاء فيها روسيا تتهم الاسد بتصعيد توتر باعلان ترشحه للرئاسة زعيم النصر لا نسعى للحكم والادارة القادمة وفق شرع الله وزير خارجية قطر لا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الازمة السورية مصر تبرئة احمد شفيق ونجلي مبارك في قضية فساد توقع عادته للترشح من جديد للانتخابات وفي القدس العربي هنية يد عباس لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الى صحيفة الرأي الاردنية وعنونة نتنياهو يتحدى واشنطن ويصر على مواصلة الاستيطان شهدان برصاص الاحتلال واعتقالات في الضفة ونختم مع صحيفة الثورة اليمنية وجاء فيها الرئاسة الفلسطينية تتهم اسرائيل بافشال جهود السلام وفي الشأن التونسي اليوم بدء تطبيق قارطة الطريق لحل الازمة التونسية هذه كانت جولة على ابرز عنوين بعض الصحف العربية وطبعا لتحليل هذه العنوين في برنامج اخر طبع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة